السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوات اخواني كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام ان شاء الله اليوم رح احكي لكم عن نظام الكفالة بالمانيا تمام نظام الكفالة بالمانيا اللي هو معروف انك انت تكفل شخص مثلا حابب تجيب شخص لعندك هون وانت بتكفله ان كان انك تكفله زيارة 3 شهور او ازا حابب انت تخليه عندك على طول بامكانك كمان اه تمشي بالاجراءات هاي فانا رح اشرح هذا الموضوع كله كامل وعن تجربة يعني يعني انا بصراحة هذا الموضوع انا اه مشيت فيه واشتغلت فيه يعني وعم بحكي عن تجربة ما عم بحكي انه عن قيل وقال تمام فرح اشرح لكم عن هذا الموضوع اليوم ورح اقلكن شو الوراء المطلوبة وشو الشروط المطلوبة لهذا الموضوع تمام اه ابل ما نبليش الله يخليكن من بعد ازنكن والله عم بتعب الفيديوهات وعم بشتغل عليها اه اشتركوا بالقناة اذا ما لكم مشترك بالقناة اه ملونا لايك شاركوا الفيديو خلينا نستفاد ان شاء الله تمام هلا اول خطوة بالنسبة لموضوع الدعوة انت مسلا حابب تدعي والديك حابب تدعي اه حدا من اصدقائك حابب تدعي حدا من اقربائك يعني اي حدا حابب تدعي انت بكل بساطة بكل بساطة لازم اول شغلة تعملها انك يكون عندك اه سكن يعني انت مسلا شخص واحد لحالك لازم اذا بدك تدعي مسلا انت شخص تاني تمام او بدك تدعي مسلا والديك ابوك وامك مسلا او ابوكي او امك اه لازم يكون البيت بساطة لثلاث اشخاص يعني البيت لشخص مسلا خلينا نقول اربعين متر اذا بدك جيب شخصين لازم يكون عندك اقل شي سبعين متر اقل شي تمام يكون ثلاث غرف هاي واحد اه اتنين اذا بدك تدعي شخص واحد لازم يكون الراتبك اقل شي اقل شي 1500 تمام طبعا هادي بيختلف من مقاطعة على مقاطعة اللي عندك مثلا ببرلين عندك بي هامبورغ عندك بي اه لايبتيش عندك بمدون كبيرة اه الحد الادنى اللي هو الف بالضبط بالضبط الزبط دكيا الف اه اربعمية وتمانا وثمانين تمام الف اربعمية وتمانا وتمانا وتمانين يورو لازم يكون راتبك اذا بدك تدعي شخص واحد اذا كانوا شخصين لازم يكون راتبك الف وسبعمية وخمسة وسبعين وكسور تقريبا تمام فكل ما بيزيدوا كل ما بيزيد شخص بدك تزيد علي انت بحدود تلاتمية لتلاك مية وخمسين تمام هاي شغلة طبعا ما دك تروح على المكتب الاوستندب بي هورده مشان انه انت تقدم الطلب لازم تاخد معك اه عقد البيت ولازم تاخد معك اه 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 ثلاثة شهور اللون ابغيشنونج انه انت دايش بتقباط كل شار بتاخد ثلاثة شهور تمام وبالاضافة بدك تعبي هذا الطلب هلا رح حط لكم صورته بتشوف اه هذا الطلب كمان لازم تعبي هذا الطلب اللي هو فنفلشتونجس الكليرونج تمام هذا الطلب كمان بدك تعبيه هلا عندك هون فوق بتحط اسمك اذا انت كنت الداعي الشخص بتحط اسمك عنوانك معلوماتك وتحت هون بتحط اسم الشخص وعنوانه ورقم جوازه وقديش المده هون حط عندك تحت قديش المده اه يلي انت بدك تستضيفه عندك فيها تمام او انتي بتحط بتعبيه المعلومات كلا ياتا كمان تاخد معك هذا الطلب في عندك كمان شرط ثالث اه اللي هو التأمين الصحي هذا التأمين الصحي مهم جدا تمام هذا التأمين الصحي انت اذا بدك تعمله لكان اذا بدك تعمل مثلا انت تأمين صحي لوالديك لوالديك لحدا من اقرباك حدا من صحابك هاد ما بتحسن انت تعملون من شركة الا او كا تبع التأمين الصحي لانه انا جربت وتصلت شوية وحكيت معهم وقلت لهم انه انا بدي اعمل دعوة لا اشخاص معينة فبدي نزلهم على اسمي اه لعملهم تأمين فخبروني يوميتا انه لا ما بيمشي الحال انا طبعا تصلت وسألتهم انه انا شفت فيديوهات كتير على الانترنت عم يقولوا انه انت بامكانك تنزلوا على بطاقتك الا او كا بس طلع هذا الحكي ما بيمشي الحال لا فانا شو ساويت في عندك شركة الادا تسي تمام شركة الادا تسي هدو هدو جماعة كتير كتير محترمين وعندن عروض كتير 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 حلوة تمام التأمين التأمين اسمه بشركة الادا تسي اسمه انكمنج في زشاونج تمام شو اسمه اسمه انكمنج في زشاونج هذا التأمين انت بس تتصل على شركة الادا تسي او تروح لعندو تقولون انا بدي اعمل انكمنج في زشاونج تمام فون اوسلاند انه انت باك تعمل التأمين لحدا جاي من برا تمام فانت بيمكنك اوكي بيقولك اوكي شو التأمين بك تعمله بتقولون مسلا بدي اعملهم التأمين اللي هو اللي هو تبع التأمين الصحي للمرض للعملية لا سمح الله صار عليه شي هون كذا في تأمين يغطي هاي المصاريف كلها تهاي تمام هذا بيطلبوا مننا وبالاضافة انت اذا حابب هاي اكسترا انت اذا حابب مشان تكون انت بالمضمون وعندك انه ميزة احسن اذا عم تقدم الطلب انت بالاوصيلنا بهودي اه تعمل الهافتفلش في زشاونج كمان بريفات هافتفلش في زشاونج هدول التأمينين اه ممتازين ومناح لهذا الموضوع اه كتير طبعا قيمة التأمين اللي هو تبعلك خانكين في زشاونج هذا قيمته كان اربعة وتسعين يورو لمدة ثلاثة شهور تمام لانه الدعوة كنت انا بدي اعملها لمدة ثلاثة شهور فقالوا لي اوكي هذا التأمين بيجي سعره اربعة وتسعين يورو تمام قلت لهم كمان انه انا حابب اني اعمل كمان البريفات هافتفلش في زشاونج تمام فقالوا لي اوكي ما عنا مشكلة اضافوا على الاربعة وتسعين تلتعشر يورو ونص يعني البريفات هافتفلش في زشاونج كلفني تلتعشر يورو ونص تقريبا لحدود الاربعة عشر فكلنا على بعضهم كاليوميتا التأمينين بمية وتلتعشر يورو تمام هاد الموضوع ممتاز لانت اذا حابب انك تعمل دعوة لحدا تمام ومهم جدا تأمين الصحي هلا بنجي لموضوع شبار كونتو هلا انا سمعت من فيديوهات تاني انه عم يطلبوا شبار كونتو اللي هو ان يكون عندك رصيد بحسابك بالبنك تمام وقالوا لازم يكون عندها اقل شي 2500 هيك قالوا انا ما بعرف هاي المعلومة انا ما بعرفها تمام بس انا وقت اللي رح اتعل او صنبي هادي ما جابوا ليسيرت شبار كونتو اللي سألونا عليه يوميتا عندك سكان يساع عندي سكان يساع قديش راتباك لازم يكون راتباك اقل شي 1500 النالون تمام اه وقالوا لع موضوع التأمين نالون كمان موجود التأمين بس هدول يسألونا عنه ما سألونا عن شغلات تانية شبار كونتو شبار مبعب شو ما سألونا عن الاصاصي كلها تمام بس في عالم قالوا انه عم يطلبو شبار كونتو لازم يكون في اقل شي 2500 وفي مرة فيديو سمعتوا عم يقول لازم يكون 10.000 يورو يعني صارت من مستحيلات انك انت تجيب حدا لعندك هون تستضيفه اذا لازم يكون عندك انت شبار كونتو في 10.000 يورو المهم انا حكيت لكم الشروط اللي طلبوها مني تمام هاي شغلين انت بس جبت هاي الشروط كلها اللي ذكرتها انا امورك ان شاء الله بخير وسليمة وبيصير لم الشمل وتزبط الامور ان شاء الله طبعا انا للاسف ما حالفني الحظ وظبط الموضوع ليش بسبب الكورونا رحنا مشان انه نعمل دعوة لعائلتي فالولي منعتزر منك هالا بالفترة الحالية ما فينا انه نعطي موافقة بسبب الكورونا مؤفين بسبب الكورونا هذا هو اللي صار يوميتها وقالولي انه ان شاء الله بعد ما تخص الكورونا في مجال ان شاء الله لهذا الموضوع قالولي انه نحن عم نعطي هلأ حصراً حصراً عم نعطي للحالات الاضطرارية جداً يعني بعيد من هون حدا مرضان حدا بحاجة انه علاج فوري وما في منه إلا هون ومع وراء السبوتية تثبت هذا الشي يعني غير هيك ما عم يعطي تمام فهذا اللي يوميتها حكولي وطلبولي هلأ في عندك شغلة تانية انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك انت راي عم تعمل دعوة مثلاً لمدة ثلاثة شهور انت بعد ما جبت هذا الشخص لعندك لهون على ألمانيا قعد ثلاثة شهور بعد ما خلصوها ثلاثة شهور انت يا اخي حابب انك ما ينزل هذا الشخص يرجع على سوريا بدك يضال عندك على طول تمام بإمكانك تخليه عندك على طول بس بشرط واحد شو هو الشرط الشرط بتروح على اوستانت بيهورده بتقوله انه انا هذا الشخص بديه يضال عندي على طول بيلولك اوكي اهله وسهله ما في اي مشكلة بإمكانه يضال عندك على طول بس بدك توقعنا على ورقة انك انت بتتكفل بمصاريفه لمدة خمس سنوات انت بتتكفل بمصاريفه لمدة خمس سنوات اكله شربه سكنه تأمينه هاي الأمور كلها انت بتكفل فيها هنه ما بيتفعولك شي تمام طبعا انت تركت شغلك وقف شغلك وما عد عندك شغل ما عد عندك شغل شو بدك تساوي بهيك حاله ما في مشكلة بيتحمله هنه مع هكي القصة بس اما اذا انت عم تشتغل وامورك ماشية انت بدك تضلك متكفل بهذا الموضوع لمدة خمس سنين بعد خمس سنين بيسقط عنها هذا الموضوع بيبكانه بقى هو يقدم لجوء نظامي تمام و اه ساعة تبسل بيخوا بمساعدات وهالامور كلها تاعي تمام هاي فكرة لازم تحطوها ببالك و تعرفوا انه اذا بده يضل انتو بكونوا تتكفلوا في ورقة انتو بتتوقعوا عليها تمام بالاضافة انه انتو موقعين بالاساس على ورقة اللي هي تمام يعني من الاساس انتو موقعين انه في كفالة انت جايبه على الكفالة يعني ما في شطارة القصة يعني يجي الا انا بجيبه هلها او بجيب الشخص اللي بديها تمام وبس اللي يجيلو هون بعد ثلاثة شهور بقولوا انا بدي اقدم له لجوء الله ما في حربة صحيوا على هذا الموضوع و صاروا يعرفوا كل شيء لانه ما شاء الله في عالم يعني بيضت صفحتنا تمام تمام هون بالمانيا تمام فهذا الموضوع هيك انا بصراحة حبيت شارككم بهذا الموضوع و اشرح لكم التجربة اللي صارت معي ما احد اقلي تجربة اللي صارت معي وهذا اللي انطلب مني يوميتها تمام؟ بتشكركم اذا عجبكم الفيديو لا تحرمونا من الدعم واشتركوا بالقناة وعملوا لايك وشاركوا الفيديو وجزاكم الله كل الخير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة